المحضر الذي تفضلت بقراءة جزء منه هو محضر أعده العراق أنا لا أتذكر بالنص ما كانت حيثيات ذلك المحضر بس هو من جانب واحد فقط أقول أنه الرئيس كان حديث مقلق جدا بالنسبة إلى هشام ناظر بحيث أنه لما انتركنا اللقاء قال لي أقلقني جدا حديث الرئيس ماذا يقصد بكلامه قلت له لنذهب إلى الفندق ونتحدث عن هذا الموضوع بكل صراحة وأنا التقيت معه وشرحت له قطورة هذا الموقف وتأثيره على العراق وأن الإرادات النفطية في حالة استمرار هبوطها ستؤدي إلى كارثة ويجب على السعودية أن تأخذ موقف إيجابي وفي ذلك اللقاء كان المقترح السعودي هو أنه كما ذكرت ماكو داعي إلى مؤتمر قمة وإنما حتى قال أترك الموضوع يمك ويم أخوك عصام أنتم تتفقون عليه أنا موافق عليه هذا موجود بالمحضر أنه أترك الموضوع لكم تخلى عن فكرة عقد القمة ولهذا أحنا صار مؤتمر جدة لا بس أريد هذه النقطة مهمة بالنسبة لي قبل مؤتمر جدة يعني لقاءك هذا بوجود هشام الناظر مع الرئيس صدام ماذا خرجت أنت بانطباع أيضا هو أقلق الكلام هذا أنا شخصيا بصراحة شخصيا لم يكن بذهني موضوع الحرب يعني موضوع احتلال الكويت موضوع احتلال الكويت لم يخطر بذهني أبدا لحتى اللحظات الأخيرة رغم هذه رغم هذه ورغم كل ما عدد يعني أنا حتى في جنيف في الأيام الأخيرة في مؤتمر الأوبيك سؤلت من قبل الصحفيين لماذا الحشود العسكرية العراقية على الحدود قلت لهم تمارين وتدريبات عسكرية أنا صراحة لم يكن يخطر بذهني أبدا أن العراق سيقوم باحتلال الكويت هذا شخصيا ترجمة نانسي قنقر